اشتركوا في القناة للصلاة في هذا المسجد المبارك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وفي المسجد الحرام والمسجد الأقصى لا تشد الرحال لا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى ذكات أن من جاء إلى هذه المدينة فإنه يشرع له فيها خمسة أمور يشرع له فيها خمسة أمور الأمر الأول أن يصلي في هذا المسجد المبارك وأن يكثر من الصلوات فيه الفرائض والنوافل وأن يصلي في المسجد القبى وأن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله عنهما وأن يزور البقيع وأن يزور شهداء أحد هذه خمسة أمور تشرع زيارتها في هذه المدينة خمسة أمور تشرع زيارتها في هذه المدينة الزيارة مستدين وزيارة ثلاث مقابل ترجمة نانسي قنقر